أكد رئيس المجلس الرئاسي ليبي محمد لمنيفي ضرورة عقد لقاء يجمع كل الأطراف السياسية للوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبنه المجلس الرئاسي جاء ذلك في لقاء بين لمنيفي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لمناقشة ترتبات عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة هذا وحذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند من ترسيخ أقدام من سماهم بالمرتازقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا جاء ذلك في لقاء جامع لنورلاند برئيس الأركان العامة تابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحداد ناقش فيه جهود تشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية في إشارة إلى المشاورات بين حكومة الوحدة الوطنية ونظرائهم التابعين لقوات حفتر المزيد ينضم إلينا من طرابلوس مراسلة تلفزيون العربي عبد الناصر خالد عبد الناصر إذن الأمريكيون يضغطون من أجل قوات ليبيا موحدة وأيضا يتحدثون عن قدرة الليبيين فنيا على إجراء الانتخابات في أي وقت أرادوا إلى أي مدى صوت أسفير الأمريكي مسموع لدى الفرقاء الليبيين نعم نضال ربما بعض الأطراف تؤيد ما يقوم به المبعوث الأمريكي الخاص فيما يتعلق بالمشاورات التي هي ما تزال مستمرة إلى حد هذه اللحظة وسوف تستمر ليوم الغد للقاء بعض الشخصيات السياسية وأيضا حتى من منظمات المجتمع المدني وتنتهي بعقد مؤتمر صحفي سيجمل فيه جملة هذه المشاورات التي أجرها مع القدر السياسيين وغيرهم وبالتالي هناك تعويل على ما يقوم به المبعوث الأمريكي الخاص فيما يتعلق بدفع الأطراف السياسية إلى ضرورة الاتفاق على أولا توحيد المؤسسة العسكرية لإنهاء هذا الملف وهو ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب لأنها تشكل مسألة شائكة وتهدد بتقويض أي عملية سلام في المستقبل وحتى وإن تمت العملية الانتخابية كذلك يحاول الدفع بطرفي الأزمة المتمثلة في القاعدة الدستورية أي مجلسي النواب الأعلى إلى ضرورة الاطلاع بمسؤولياتهم والاتفاق على ما تبقى من بنود القاعدة الدستورية الخلافية نحن نتحدثون فيما يتعلق بهذا الجانب المجلس الأعلى للدولة قام بتحويل ما تم الاتفاق عليه وتتصويت عليه من بين عضائي فيما يتعلق بالبنود الخلافية في القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب ولا ينتظر ربما الاتفاق فيما يتعلق بالبرلمان وأعضائه على هذه المسودة التي قام بتحويلها المجلس الأعلى للدولة إذن ستعود المسألة والخلاف إلى نقطة السفر فيما يتعلق بالمترشحين العسكريين وأيضا المزدوجي الجنسية بالنسبة للانتخابات الرئاسية بالمحصلة هناك ربما خطوات ستعمل عليها أيضا المبعوث الأمريكي الخاص هنا في ليبيا ربما سيتجه إلى عقد حوار آخر على غيرار حوار جنيفو الذي أصدر أو تمثل بحكومة وحدة وطنية ومجلس الرئاسي وبالتالي قد يدفع الأطراف إلى ضرورة القبول بهذا الخيار يعني في حال إذا لم تنجح الأطراف في الانتقال إلى تنفيذ الانتخابات الرئاسية من ناحية الحكومة حكومة الوحدة الوطنية رئيس الحكومة اليوم جدد مسألة البقاء في السلطة حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة جدد كذلك دعوته للأطراف بضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية وأن الحكومة جاهزة لتنفيذ العملية الانتخابية وأنها ليست معرقلة كما يتحدث البعض من أطراف الأزمة السياسية وغيرهم من السياسيين وإنما هي تود فعليا إجراء الانتخابات في أي لحظة فقط يرتبط الأمر بمثلة الاتفاق على القاعدة الدستورية ثم الانتلاق إلى تنفيذ الانتخابات في أقرب وقت ممكن هناك تحذيرات نظال فيما يتعلق بعودة العنف مجددا هناك التخوف كبير من عودة الاستدامة المسلح وخاصة أن بعض الأطراف ما تزال تحشد قواتها في بعض المناطق وفي أي تلحظة ربما ستكون هنا في وسط العاصمة أطراف شكرا لك عبد الناصر خالد مراسل التلفزيون العربي من